السلام عليكم ان شاء الله تكونوا بخير بصحة جيدة وانتم تشوفوا في هذا الفيديو وفيديو جديد على قناتي اليوم أريد أن تشارك معكم مصفاة عما السيدوان والسلطة للروز وهي على الشكل الماندارين والكليمانتي كما تشوفون الشكل التحاد جدا راقي شابابا مليحة ديري هل يكون عندك ضيوف أو رمضان رهوجين ان شاء الله نبغوها كالنوع في السلطة لذلك هي سلطة راقية وشابة هنا نسحق في المقادر الزرودية انا غليتها مع الجلبان من الأحسن تفورها لذا كان من الأحسن تفورها خير سوف أتجد لكم الماء سوف أحربي الزرودية كما تقدر تمرسيها غير الفرشيطة لدي هنا كمية على الروز غرفية على الروز كتشلتها مليحة وغليتها حتى طابت يعني طيبة الروز شوية زيادة خليتها قريب يتعجن كما تشوفوا تزوج مغرفة الخل شوية على الملح كمية الجلبان التي لدي كنت انسيت المايس وانسيت مدرتوش لا يوجد شيء مهم هنا لدي علبة على الطن ناتور بالماء يجب أن تضع الزيت ويجب أن تستغنى على الزيت بعد أن تضع الزيت بعد قطرتها من اللحم الماء كما تشوفوا العلبة سوف نضع الزيت ونحكمها بالمايوناز هنا انفتت طرفها كبار كما تقدروا تضع الزيت هنا المايوناز على حسب الكمية على الروز سوف نضع تقريبا ثلاث مغرفة سوف نضع الزيت ونضع الزيت تقريبا ثلاث مغرفة أو ثلاث مغرفة ونخلطوا كل شيء في رحبة كما قلت لكم كنت تنسيت المايس لم تضع الزيت لم تضع الزيت في الفريجيدة لم تنسيت المهم نضع الزيت ونضع الزيت سلطة جدا سهلة ونبني هنا نضع الزيت ونضع الزيت ونبدأ في التشكيل لنضع الزيت نحاول كيف نضع كورية لا يكون كبار لا يكون صغار كما قد أحبت الكلمانتين أو الماندارين الصغيرة نضع الزيت لنضع الزيت لا أريد أن تقوموا على الزيت في تشكيل مع الزيت ونضع الزيت يمكن أن تقوموا على الحنة كما تصرف الفتات ومسافة لا يمكن أن تضع الزيت وكما يكون مواجهة حتى المنشار سوف يكون خسارة لم تنسيت الماييس يمكنك نضع الزيت السمام طميل أحيان فقال الكلمر سنقوم بفوق سوف نبدأ في تشكيل الحبات الماندارين هنا سوف نضع كمية الزروضية الغابية هذه الحبة سوف نضعها كما هي والحبات الغابية سوف نلقى فيها الماء كما أخبركم الأحسن يعني فوروها الزروضية من الأحسن نضعها كما هي رقيقة طبقة رقيقة لا تكون رقيقة بثافتين حتى الضوء نضعها مدورة كما تبعون نضع الحبات المصيدوان التي كنا كورناها نضعها في الواسط نشان ونشد الأطراف السيلوفان يعني ربعة الأطراف نضعها كما السورة كما تبعوني في السورة تبدأ تزيدي تمحلها تقلحت الفائد لتنجمو وتنقصوه لكي لا تكون حبة كبيرة تدوري و تزايري في السيلوفان لكي تحكم لك فوق الحبة الماندارين أو الكليمونتي نضع طرف السيلوفان في الماليمونتر هنا سنعثر الضرودية وراءة تطلق في الماء لا يوجد مشكلة ستعدلها و تعملها عادي جدا نضع كمية الضرودية ستطحها قليلا لكي لا تجعلها نضع الحبات المصيدوان نضعها في الوسط ونحاول نضع الفائد لكي لا تأتي الحبة كبيرة ونضع الأطراف في الواسط ونضع السورة سنضعها في الواسط ونضع زرودية لكي تصل على فوق المصيدوان لكي تنظر المصيدوان ونضع السورة في السورة فلسلات مصيدوان وضع السورة ونضع العرفاء تضع ونضع العقدة ضرورة كي تدعي لكي تأتي الحبة نكمل تشكيل الحبة التوعي يأتي شبابل جدرا قيامي في رمضان مع سلاطة خضرة يأتي شباب وعقدة ثم نضيفهم في التلاجة قبل أن تقدمهم يجب أن يكونوا باردين في التلاجة 1 ساعة يبردون على غرضهم يجب أن يكونوا باردين في التلاجة هذه هي كمية الأخيرة نشان 5 حبات سوف نضيفها في التلاجة كما قلت لكم في الساعة هنا لن نقدمها لقد حلت ثلاثة حبات أريد أن أخبركم كيف ستقلع هذه العقدة يجب أن نقصها و تقطعها لكي لا تخسر الحبة سوف تخسر الشكل كيف ستحل لكم الساعة غير واحدة العقدة بالمقص وهناك حاجة مخصرة و لا تقميها بيدك و شوفوا ما شاء الله هذه المقصة كأنها حبة برتقال بالصح العقدة نضيف المقص و قطعها سوف تقلع لك الساعة والحبة التي لا تتخسر كأنها بالصح حبة مندارين أو كليمانتي لذلك هنا يجب أن نزينها بالأوراق أو صراحة لم يكن لدي أوراق خممت كيف كيف ستقلع لدي صجرة صغيرة تشينا في لاتيغا ستاعي و قلعت منها أوراق و شللتهم و خليت فيهم هذه القطارات يعني أحبت برتقال حقيقية يعني كيف ترونها في المنظر لا تحسبها بالصحة كيف ستقلع برتقال بناتك يجب أن يدخلون من الكل شاهدونها في البوتاجة شاهدوني كيف أكملتها تزيل و خليت هذا الطبس كما يدخلوا و حسبوها بصحة مندارين أريد أن يدعوها أقول لهم هذه السلاطة ليست مندارين إن شاء الله الشكل التحجج باب و راقي و لا من لون التحجج باهي إن شاء الله ستجربوا هذه الشيرات هذه السلاطة هذه السلاطة بريستيج ولا رمضان إن شاء الله ستجربوا ستجربوا سلاطة كما قال لك وصفة شابة التي لا تريد أن تندمع لها والدرالة يريدونها التي لا تريد أن يكون الروزون لها المصيدوان سيكونها في هذا الشكل الماندارين ستجربوا هذه السلاطة ستجربوا و قديمة بالكثير لذلك لم أجردها كما أنا أول مرة لم أجردها لم أجردها كما أنا لم أجردها لم أجردها لم أجردها سأجربها و إذا أعجبتني نشاركها معكم و بعد ذلك قلت لها كاميرا سأخذرها لم أجردها لم أجردها لم أجردها ساعة الحمد لله و تعجبت كثيرا منظر تحراقي وهذه السلاطة تعذروا ضياجة كما سأحل معكم أرى كيف أجردها و أجردها و أجردها و من الداخل ما شاء الله هذه الألوان تحتاج الضم مع الروز مع الجلبين و أجردها لأنها لا أجردها لأنها لأجردها لأنها لا تسققها هذه وصفة سهلة مهلة سلاطة أو سلاطة سلاطة كما تعلمون الزروض و لا اتدعها الملح لأنها لا تستطيع الملح لأنها جيدة إن شاء الله سأجبكم فيديو بشيرات لا تنسوني في الملح و بقناة و ترجمة من قناة و اشكرا و اشكرا و اشكرا و اشكرا و اشكرا ترجمة نانسي قنقر